بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أمس في مدن يا جماعة في المناطق اللي بتقع تحت سيطرة الجيش في عملية نهب وسرغة كبيرة جدا جدا ونهب للبنوك والأسواق من قبل أفراد الجيش وشرطة ومواطنين والأشياء دي طبعا من قبل الكيزان عشان بعدين لما الدعم السريجي سيطر على المدينة يقولوا يا هم نهبوا المدينة ونهبوا الأسواق والبنوك ويا الشاوس خليكم مركزين وصاحين الكيزان دي المرة دي ما بيلعبوا بين السياسة المرة الفات نهبوا الخرطم وفتحوا السجون للمتفلتين مركوا نهبوا الأسواق وكسروا بيوت المواطنين وقالوا الدعم السريع هو من قام بذلك وبالرغم بأن الدعم السريع قاعد يكاتل فوقهم في مناطقهم وبيشيل منهم منطقة للأخرى المرة دي أيضا كرروا نفس السيناريو القديم ولكن هذه المرة بقباع شوية قبل الدعم السريع ما يوصل للمناطق دي قاموا بنهب السوق وكسر البنوك وتدمير أشياء كبيرة جدا جدا تتبع للمواطنين وحتى في مواطنين يعني معاهم سواء في الشعب السوداني الحق يظل حق مهما كان يعني إنت بتكره الدعم السريع بتكره غيره بتكره قبائله ده ما مبرر بخليك إنت تتهم الدعم السريع والجهات اللي تتكرهها دي بصورة يعني قياس صحيحة يا هم الكزان نفسه هم الزرع عليك الجرسومة دي وقاعد بتنهبك وبتأكل بنوك وبتأكل أسواقك وآخرنا عشان نرموه في الدعم السريع الآن الدعم السريع على المناطق لأنا بقولها دي ما وصلها أصلا يعني المناطق لسه أنا قاعد أقول لكم دي السوق الكبير والمناطق القاعدة بجوار الفرقة وجوار مركز البوليس والمناطق دي ما وصلها أصلا الآن نهبت وسرقت بصورة كاملة دمر تماما والمواطنين تهجروا وفي ناس قاعدين جوا جماعة مسؤولين من تهجير المواطنين الآن هجرواهم ومرقوا ودي حاجة مخططة ومدبرة من قبل الكيزان فنحن الآن صاحين تماما ما في مؤامرة بتقع فينا ما في مؤامرة بتمشي علينا بصورة كاذبة والحق سيقضى الحق وسينتصر الحق في النهاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته